بأنه بمثابة تورى حقيقية في مجال التنمية صح نعم صح أخيراً أخيراً توصلنا إلى يوم البارحة توصلنا بالمبلغ اللي هو اللي هو صداته يعني الجماعة المحلية نعم المركزية نعم وهي 14 مليار الدهم وهي بيها نصداته على أساس باش نحلوا الأوراش اللي هي كبرى في المدينة وبنأخص ما بين يعني المداخل ديال ديال الشمال والجنوب اللي هما كيف تقروا لتأهيلهم حيث حيث اللاجينة يعني ندخلون من الجهة ديال الجنوب بحال دخلت القرية نموذجية نحن غادي يعطي واحد طبعا لهو حقاً اللي هو غادي يعني يعني يغير يغير الوجهة المدينة ككل ونتمنى إن شاء الله يعني هذي واحد أربعة عشر مليار يعني ما 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 كافيش ولكن نتمنى والمزيد إن شاء الله مستقبلاً ربما عادي يدفع أولى وفيعل ندفع أولى وفيعل ندفع أولى أستاذ أعطاء الأولوية التي تعزز البنية تحتية ضرورة البنية تحتية هي الأساس حتى الاتفاق هي اللي قلنا معهم على الأساس وغير يكون البناء ولكن البنية تحتية هي الأساس هي المداخل سواء الجنوبية والشمالية لكي ندفع رمي الأولويات من بعد عدنا الشامح الخامس اللي هو المدخل الرئيسي من مدينة الرباط والمدخل الرئيسي من مدينة مكنس اللي هم يلنيت كيف تقروا والتعبيد دياله هذا يعني بالنسبة بالشمولية دياله مع مع الصرف صحي ومع الأعمالة ديال الكهرباء اللي هي غدي نعم السيد الرئيس الأسبوع الماضي زاركم سيد العامل الجديد الذي تم تنسبه مؤخرا ما هي الانتظارات ديالكم أو النداء أو الرسالة التي تودو بعتها لسيد العامل الجديد سيد الأمريكي نشكره جزيل الشكر يعني بكل صراحة كانت مبادرة يعني مهمة وهو نحن نلامس فيها أنه يعني يعني يعطينا يديه على أساس تحنى باش نتعاون وفي إطار يعني في إطار المصلحة العامة وعلى حسب توجيهات ديال سيدنا نصر الله نعم شكرا السيد الرئيس ونعتقي في هذا القدر